ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي الأحد اجتماعا تقنيا بشأن سكنات عدل ثلاث وحضر الاجتماع الإطارات المركزية للوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل والمسؤولون المكلفون بشؤون القانونية والتجارية لدى المديريات الجهوية لوكالة عدل ويهدف اللقاء إلى دراسة المشروع المقترحة من طرف اللجنة التقنية التي يرأسها المدير العام للسكن على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة والخاصة بإعداد مشروعي قرارين ويتعلق الأمر بالقرار الذي يحدد شروط كيفيات معالجة طلبات شراء السكنات في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك والقرار المتعلق بتحديد شروط وكيفيات معالجة طلب الكفيل ويخص القراران صيغة عدل ثلاث ويأتيان تكملة للمرسوم التنفيذ رقم أربعة وعشرون مائتان وثلاث صادر بتاريخ جويلياً ألفان وأربعة وعشرون المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم واحد مائة وخمس وقال الوزير بعد الاستماع إلى أعضاء اللجنة إن إطارات وكالة عدل استفدوا من الخبرة المكتسبة خلال معالجة ملفات عدل واحد وعدل اثنان مما يؤهلهم للتعامل مع جميع حالات الاكتتاب التي يتم تسجيلها ضمن ملف عدل ثلاث كما أكد ضرورة الحرص على وضع كل الآليات التي تسمح من التحقق في مدى توفر شروط القابلية للحصول على السكن وتوجيهه لمن يستحقه وذلك بالتماع في كل حالات الاكتتاب مع الحفاظ على حقوق المكتتب وفق ما ينص عليه القانون الجزائرية موسيقى